وأسأل حضراتكم سؤال واحد في آخر عشرة والاثناشر سنة مين كان مصدر فرحة لجماهير الكرة في مصر غير النادي الأهلي مين فرحنا في كل المحافل اللي اشترك فيها دولية كانت، عربية كانت، أفريقية كانت غير النادي الأهلي مين في رياضة كرة القدم رافع اسم مصر وراية مصر وعلم مصر خارج حدود مصر غير النادي الأهلي فطبيعي جدا ومنطقي جدا أفهم جدا المنافسة وأفهم جدا الغيرة على الاندية المنافسة للنادي الأهلي لكن مش ممكن أبدا ننكر على الأهلي حقه ومكانته وإمكانياته وقدراته وبطولاته مش ممكن أبدا ومش ممكن أكتر أن نحن نحط تحت مصطلح أو تحت مبدأ المنافسة الشريفة مش ممكن أبدا في حاجات كتير جدا لازم نرجع فيها حساباتنا وفي حاجات كتيرة جدا لازم للناس كمان يعني أنا مش بس باخد على وسائل الإعلام ده لكن كمان باخد على الناس وعلى استجابتها وعلى ردود أفعالها لمحاولات الاستفزاز والإثارة بالشكل ده وأعتقد لو سننا بسن عودنا نفسنا أن نرفض ده وما يبقاش في حالة الإقبال على كل وأي نوع من أنواع الخروج على النص الحاجات دي حتتلاشى وتختفي تدريجيا نروح لفرقتنا في المغرب مرة تانية وأنتوا عارفين طبعا مش جديد على الأهلي أنه يبقى دايما واخد بالهم من كل التفاصيل وإحنا عارفين طبعا أنه مطش في المغرب فيه فرق توقيت مش قليل ساعتين ظروف طبعا الصيام فبالتالي فيه تعامل مختلف شوية في موضوع التغذية ويمكن دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي للفريل الأول للنادي الأهلي كان حريص على أنه يعمل اجتماع يعمل جلسة يعني مع الشيف محمد الداني اللي بيرفق البعثة في المغرب عشان يحط معاه برنامج غذائي للعيبة في الفترة اللي هيقيم فيها في المغرب طبعا عارفين فكرة أن اللعيبة تبقى صايمة طول النهار إحنا أورادي بنبقى يعني فترانين ومش بنبزل مجهود ونبقى حسنين بتقلي شديد جدا وبالتالي محتاج أنك تعمل البلانس ده المعادلة دي بأنه يبقى فيه تغذية كويسة جدا وفي نفس الوقت تحافظ على أوزان اللعيبة وتحافظ على العناصر أو الحاجات اللي يحتاجوها في أنواع الغذاء بتاعهم عشان يبقوا في أعلى درجات تركيزهم وليقتهم وجهزيتهم لمباراة يوم الجمعة اللي جاية وكان فيه حرص صبعا أنه يبقى فيه واجبات معينة خاصة باللعيبة وفقا للبرنامج الغذائي اللي تم وضعه بحيث أنه يعني الوجبة دي أو العناصر الغذائي دي تحتوي على كل العناصر المناسبة واللي بيحتاجها جسم اللعيبة واللي في نفس الوقت تتناسب مع طبيعة الصيام في شهر رمضان الكريم في ظل طبعا المواجهة المهمة جدا اللي هتجمع الأهلي بعد يومين بفرقة الرجاء طيب من البرنامج الغذائي خليني أعوف شوية مع حضراتكم مع تصريحات كابتن سيد عبد الحفيز اللي يمكن لخص فيها كل الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم في بداية الحلقة النهاردة طمنا بداية طبعا على جهازية الفريق لمواجهة الرجاء وقال أنه الفرقة بالكامل مركزة في حالة تركيز شديدة جدا داخل معسكر الفريق من لحظة الوصول للمغرب إنبارح وقال أنه الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بيشتغل على تجهيز اللعبين مش بس على المستوى البدني ولا الخططي لكن كمان على مستوى المعناوي والنفسي وقال أنه الفريق إن شاء الله بإذن الله هيلعب مباراة الجمعة دي وكأنه لم يسبقها مباراة ذهاب يعني اللعب والجهاز الفني مش في دماغهم تماما النتيجة اللي حققها الأهلي في القاهرة بنتيجة اتنين واحد ويعتبروا أن المواجهة دي مواجهة من مباراة واحدة هتتلعب لمدة تسعين دقيقة يوم الجمعة اللي جاية وبالتالي الأهلي مطالب فيها بالفوز وقال أنه كل مواجهة لها حساباتها كل مواجهة لها السعادتها الخاصة وأنه الأهلي بإذن اللي قادر على أنه يحقق الفوز وأنه يحسم التأهل للدور النص النهائي يوم الجمعة اللي جاية وقال الدوافع كبيرة جدا عند اللعيبة عندنا رغبة كبيرة جدا في أننا نكمل مشوارنا في بطولة أفريقيا وعندنا ثقة أكبر في قدرات لعبتنا وصخصيتهم القوية اللي دايما بتكون حضرة وخصوصا في المواجهات الكبيرة والمواجهات الصعبة يمكن رسالة كمان أكد فيها كابتن ساد عبدالحفيز على قوة ومتانة العلاقات اللي بتجمع بين مسؤولي النادي الأهلي ومسؤولي نادي الرجاء المغربي وكمان بين جماهير الفرقتين واللي بتعكس طبعا مكانة وعراقة اسمين كبار جدا داخل القرى الأفريقية الرجاء البيضاوي والأهلي القاهري بيتسو مسلماني كمان يمكن قبل التمرين النهاردة يبقى فيه محاضرة كده لمدة ربع ساعة ساعة تسعة وربع بالتحديد محاضرة ها تتعامل في فندق الإقامة هيركز فيها أكتر على إرهاية فرقة الرجاء وأنا أعتقد أنه إحنا قرينا الرجاء كويس جدا والرجاء كمان قرينا كويس جدا يعني فرقتين تقابلوا في خلال الفترة الأخيرة مواجهتين في بطولتين كبار جدا زي سوبر أفريقي أو دوري أبطال أعتقد أنه هم ذكروا ودرسوا يعني كله منافس يعني أو كل فرقة من الفرقتين وكل جهاز فني درس وذاكر وتفرج على مطشاط الفرقة التانية بالشكل اللي خليها حافظها بكل تفاصيلها وبالتالي المواجهة اللي جاية دي مواجهة التسعين دقيقة بين فرقتين في الملعب بشايف أنه زي ما قلت لكم فرصنا تكون كبيرة جدا لو نجحنا في استغلال يعني متوقع يعني متوقع أنه الدوافع والنتيجة بتاعت القاهرة هتخلي الرجاء عنده رغبة في أنه يعود مبكرا ويصدر حالة التوتر للنادي الأهل استخدام أو استغلال حالة الاندفاع اللي هتكون موجودة عند الرجاء دي حالة التوتر دي حالة الضغط العصبي أنك لازم تسجل على ملعبك وبين جمهورك عشان تهدي الجمهور بداية اللي في الملعب ده يعني الجمهور ده عايز يهدى والجمهور ده مش هيحتمل بأي شكل من الأشكال أنك أنت تسجل فيه أنه الأهل يسجل فيه هدف مبكر عشان كده بقول أنه لو مستر بيتشو موسيماني وانا ثق يعني بسق جدا 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 في قدرة موسيماني على حاجتين أولا التعامل مع المواجهات الكبرى يعني ما يتهيقليش أن الراجل ده خزنة في أي مواجهة صعبة في مواجهات كده أنت بتبقى عارف أن الفرقة لقدامك مش هينة مش سهلة المطش ده مش سهل آه واثق في فرقتك واثق في إمكانيات لعابتك واثق وعندك أحساس أن المباراة إن شاء الله هتكتب لك هتكتب لك الفوس فيها لكن برضو مع انطلاقة المباراة كده بتبقى مباراة قيلة بتبقى بيبقى في حتة كده شايل همه مطش الرجاء اللي فات أنا من أول ما الحكم صفق يعني من بداية المباراة وأنا شايف أنه المطش ده ربنا يسهل ونعديه بنتيجة كويسة والأداء الحقيقة كان ولا أروع يعني أنا ما ادقيتش خالص من أداء الندي الأهلي على مدار المباراة بالكامل ده أيتم النتيجة في النهاية انتهت 2-1 بس كنت شايف الأهلي يقدر يخلص المباراة دي 3-4-5-1 كمان لكن في النهاية خلينا برضو نرجع في النهاية كل الظروف بتقول أن قرية مستر بيتشو مسلماني المباراة دي أعتقد أنها إن شاء الله هتكون واحدة من عامل حسب